المريض اللي هو السمنة المفرطة دام لا يصلح ليه شفط الدهون دي قصة من الأول عمليات شفط الدهون ليست لإنقاص الوزن لما بتعمل انت شفط الدهون انت بتاخد الدهون من حتة معينة وبتشفطها معلش فهمها لي شوية برضو عمليات شفط الدهون ليست لإنقاص الوزن لتشكيل الجسم يعني ها لإعادة تشكيل الجسم لتصبيت الحتة معينة مرتفعة زيادة في جسم الإنسان في حد مثلا ممكن يقولك أنا هاخد دهون من منطقة ألف أحطها في منطقة به مثلا دي برضو أحد ده النحت آه بالضبط لا هو كله هنسميه نحت إن إحنا نتخلص من مكان فيه دهون زيادة فده نحت الدهون اللي أخدها دي بقى بنسميها إحنا عندنا الدهب الأصفر تستغل تاني قعد التدوير آه يعني إحنا ممكن نستعملها في مثلا مكان فيه نحافة شوية وأكتر مكان بيبقى مثلا المؤخرة دي بتحتاج ممكن نزود فيها الدهون اللي خدناها ننقلها لها بعد معالجتها بطريقة معينة بتتعالج إزاي دكتر؟ بتتعالج بإن إحنا ما بنحقينهاش كتلة كذا ما بتخرج بنبدأ نكسرها شوية بطريقة معينة بحيث إن هي حقناها إعادة حقناها سهل وتوزيحها في المكان اللي موجود سهل